نروح لأخبارنا يمكن أول خبر يخص كرة اليد في النادي الأهلي كرة اليد زي ما حضركم عارفين فيه مجموعة من اللاعبين منضمين مع منتخب مصر ومجموعة مع الفريق الحقيقة كابتن طريق محروس المدير الفني كان حريص أنه يقوم أو يلعب بعض المباريات المهمة الحقيقة الفترة اللي فاتت ولعب هليو بساخر مباراة وفاز نتيجة أربعين واحد وثلاثين طبعا المباراة دي من غير اللعبة الدوليين عشان اللعبها في المنتخب طب بلعب مباراة ليه؟ عشان اللعبة لما ترجع من المنتخب يبقوا جاهزين لاستقناف الدوري اللي نحن ندخلين على مرحلة قوية جدا ومهمة في استقناف الدوري طبعا أعيز أقول لكم من اللاعب مطرات قبل كده لعب مع هليو بلس مباراة ولعب مع الظهور أيضا مباراة وفاز في كل المباراة الودية ودي الحقيقة بتبقى هدفها أن تتحط إيدك طبعا على مستوى الفريق والجاهز بقى اللعبيزة مولتر حضراتكم ليه عودة أو استقناف الدوري هنروح لكرة اليد سيدات كابتن يحيا يوسف بيستعد بقوة بس بدنيا يمكن في رئيتنا في كرة اليد الدوري يوقف برضو في السيدات عشان كأس العالم وطبعا المنتخبات في حاجة أو محتاجة لطبعا الصلاة المغطاة وبالطبع يعني ما كانش فيه يعني وقت إن السيدات تلعب فتم توقف الدوري وكابتن يحيا يوسف معالي الحمل البدني بشكل كبير جدا مع فريقته وعايز أفكركم أنه طبعا الفريق النادي الأهلي مخسرش ولا مباراة كالسيدات يعني فريق السيدات مخسرش ولا مباراة كل النقاط مستنين استهناف الدوري الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم من السنة الفاتحة إحنا مخدناش البطولة ولكن يعني السنة دي بشكل كبير ماشيين لاستعادة تلاقب الدوري العام